ومين غيره نبدأ به؟ ومين غيره نبدأ به كل يوم؟ ومين غيره نتكلم عنه؟ ومين غيره نفتخر به؟ سبحان الله الكلام مش بيخلص والأرقام بتعد محمد صلاح أسطورة مصر على مر العصور أسطورة الكرة المصرية الكبير الأرقامه مش بتخلص النهاردة بيكسب ليفربول قدام توتنهام في مباراة كبيرة جداً اتنين واحد وصلاح اللي يسجل هدفين هدف في الدقيقة 11 وهدف في الدقيقة 40 هدف توتنهام جه في الدقيقة 70 عن طريق هاريكين طبعاً بس صلاح النهاردة عمل مباراة كبيرة جداً تحس كده أن صلاح الحاجة الوحيدة اللي منورة في الليفر دلوقتي فريق مستوى باهد جداً كل اللاعبين تقريباً في أسوأ ظروفهم على الإطلاق حتى المدرب يورجن كلوب مش في أفضل حال ولكن محمد صلاح يا خبر يا خبر كل مباراة يبدأ كل مباراة يا تقالق كل مباراة رائع يلعب 4-3 ويلعب على الجناح شغال يلعب 4-2-3-1 وعالجناح زي ما هو يجي يلعب 4-4-2 ويبقى مهاجم تاني يا تقالق ويكسر الدنيا برضو محمد صلاح ندوج مش طبيعي وبقى ورقة مؤسرة جداً جداً في العالم في كرة القدم العالمية مش بس في انجلترا اللي هو أقوى دوري في العالم بس خلاص اسم كبير واسم عظيم عارفين دايماً بصراحة وانا قلت الكلام ده قبل كده دايماً بيبقى تقيل عليا قوي هاجي النهاردة أقول إيه عن صلاح أقول إيه أقول إيه أقول إنه رعب عظيم أقول إنه فخر مصر فخر العرب هقول إيه هقول إيه الكلام جديد يتقالع لمحمد صلاح بس هو مشكلته إن كل يوم عنده جديد كل يوم عند صلاح جديد طب أنا هجيب لك جديد من إيه بقى هجيب جديد من إيه نقوله على محمد صلاح من بقيتش عارف خلاص مستوى مدهش ومستوى رائع ومستوى كبير ومستوى مميز ومستوى يعني لو أحد نهاردة كنا بنقعد مع أحد الأصدقاء وبنفكر ومحمد صلاح إن شاء الله يعني إن شاء الله يلعب معنا كاس العالم اللي جاي إن شاء الله يبقى عنده 34 سنة مستوى هيقل إمتى بتسأل يعني زي أي لعب مش بتقول إنك نفسك مستوى يقل لأ إمتى هينزل بقى إمتى هيهبط بمستوى زي أي لعب في العالم زي ما كريسيانا للوقت المستوى مش هو من كم سنة الكام سنة اللي فاتوا كلهم ميسي مش هو الكام سنة اللي فاتوا إمتى بقى محمد صلاح هيخش المرحلة دي مرحلة الهبوط في المستوى ما تحسش ما شاء الله عليه ربنا يا رب يحفظه يا رب يحفظه يا رب بس ما تحسش ما تحسش كل سنة أحلى من اللي قبلها كل سنة بقولك السنة دي حال ليفر بول لا يسر عدو على حبيب حال في منتهى السوق وهو من عشرين هدف للليفر هوم شارك في التسعة عشر السنة دي سواء بالتهديف أو بالصناعة هو في حتة ثانية خالص